نكون عشان الصدر فيديو التيك توك هبا عبد الرحمن الفاضح مع الداعم القطري يحدث ضجة في الكويت ويثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تصدرت هبا عبد الرحمن عنوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو لها على منصة تيك توك أثار ردود فعل قوية وجدلا كبيرا حول محتوى الفيديو الذي انتشر بسرعة أظهر هبا في وضع اعتبره العديد من المتابعين غير لائق مما دفع بموجة من الانتقادات الحادة على تصرفاتها وتأثيرها السلبي على المجتمع السعودي والعربي بشكل عام الهجوم الذي وجهته هبا عبد الرحمن لم يكن مقتصرا على انتقادات عابرة بل تصاعد إلى مطالبات قانونية تدعو الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات صارمة ضدها والفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن موقف غير لائق لهبا عبد الرحمن حيث ظهرت في بث مباشر على منصة تيك توك بينما كانت تتعرض للابتزاز من شخصية أخرى تدعى منساك الكويتية حيث تم استخدام هذا الفيديو بشكل واسع على منصات السوشيال ميديا حيث أزهرت التهديدات التي تعرضت لها هبا من قبل منساك والتي زعمت وجود فيديوهات أخرى قد تكون أكثر ضررا وهذه الواقع أثارت ردود فعل غاضبة من قبل المتابعين الذين اعتبروا أن هذه التصرفات تتنافى مع القيم والأخلاق العامة وتعد هبا عبد الرحمن من الشخصيات المؤثر على منصة تيك توك حيث تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تضم متابعين من مختلف الدول العربية والحد هنا يكون الفيديو انتهى إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سلام